اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم هكذا أنزل هكذا أنزل القرآن العظيم كيف وصل القرآن العظيم إلينا ما وصل إلا عن طريق هؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا خير الجزاء تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإمام أبي عمر البصري أبو عمر ابن العلاء المازني التميمي الذي طبقت قراءته في الآفاق وتلقيت بالقبول في أنحاء الأرض وجرى عليها عمل ملايين المسلمين وبقي العمل بها إلى زماننا هذا في بلاد السودان وبلاد بعض أجزاء من بلاد اليمن جنوبا ويقرؤون برواية الدوري عنه من هو الدوري؟ الدوري هو أحد الراويين المشهورين عن أبي عمر البصري الإمام أبو عمر له تلاميذ كثر واحد مثل الإمام أبي عمر لا يمكن أن نتصور أنه لم يكن يجد إلا تلميذين لكن انتقى العلماء بمنهجية سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في آخر حلقات هذا البرنامج في الحلقات الأخيرة سنتكلم ونخبركم إن شاء الله ما هي هذه القراءات لماذا هذه القراءات انتقيت ومن الذي انتقاها ولماذا نسبت إلى هؤلاء الناس هل هم ألفوها أو ماذا وكل واحد منهم نقول روى القراءة عن فلان روى القراءة عن فلان إذن هل هم نقلوا هذه القراءات أم أنهم ألفوها وإذا كانوا ألفوها فكيف ألفوها وهل هذا يجوز لا شك أنه لا يجوز أن يؤلف أحد في القرآن شيئا طيب لماذا نسبت هذه القراءات إليهم إن شاء الله تعالى هذه الأسئلة أنا أثيرها أحيانا لكنها ستلقى إجابات في الحلقات المتتابعة إن شاء الله تعالى فتابعونا أبو عمر البصري روى عنه تلاميذ كثر من أشهرهم أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي رحمه الله تعالى اليزيدي أفاض عليه أبو عمر علما كثيرا حتى يقول الإمام الشاطبي في منظومته الشاطبية عن أبي عمر البصري أفاض على يحيى اليزيدي سيبه سيبه كأنه يشبه علم أبي عمر بالسيب الكبير فأصبح بالعذب الفرات معللا يحيى اليزيدي روى عنه العشرات من الناس أشهر الرواة الذين رووا عن يحيى اليزيدي مما نقل روايته إلينا وتلقي بالقبول وجرى عليه نقل الأئمة والعلماء والقراء إلى زماننا هذا وتواتر الدوري والسوسي الدوري حفص بن عمر رحمه الله تعالى عالم ناقل كبير الحقيقة أن أبا عمر حفص بن عمر الدوري ليس راويا عن أبي عمر وحده بل إنهم يقولون إن أول من جمع القراءات هو أبو عمر الدوري لأنه روى القراءة عن معظم القراء السبع ومن طرائفه سبحان الله هذا يعني نحن نحمد الله أن ذلل لنا الآن نجلس أمام شاشات ونستمع إلى كلمات تلقى إلينا فيما نحبه من الأوقات بكل سهولة ويسر بصوت نقي وجودة واضحة وشاشة ميسورة أبو عمر الدوري يقول لو كان عندي عشرة دراهم لرحلت إلى نافع وقرأت عليه هو قرأ على إسماعيل بن جعفر وقرأ إسماعيل على نافع هو يقول كنت أتمنى أن أروي عن نافع مباشرة ويحترم شيخه إسماعيل لكن يحب أن يعلي إسناده ويقرأ على شيخ شيخه ولكنه لم يتيسر له ذلك كان ينقصه عشرة دراهم يعني مبلغ زهيد لا يكاد يذكر الحمد لله على نعم الله هذا أبو عمر الدوري رحمه الله تعالى أبو عمر الدوري عربي النسب أيضا والدوري منسوب إلى موضع في قرب بغداد لعله الآن في بغداد يسمى الدور وما زال كثير من يعني من يطلع على أمور العراق والعراقيين يجد بعض العراقيين منسوبا إلى هذه النسبة واسمه الدوري فالإمام الدوري رحمه الله تعالى منسوب إلى هذا الموضع قرب بغداد حفص بن عمر الدوري كان جيدا في رواية الحديث وكان إمام القراءة في عصره وكان ضرير البصر وروا معظم القراءات عن الأئمة وقرأ على الأكابر في زمانه وروا القراءات عن الكسائي وعن حمزة والحسن البصري وأبي عمر البصري وعن غيره من القراء وكان رحمه الله تعالى مبرزا في تلاوته واشتهر بين الناس وتلقوا قراءته بالقبول ولذلك نجد قراءته هي التي استهرت أو روايته عن أبي عمر هي التي استهرت في معظم البلدان آنذاك الراوي الثاني الذي يروي عن أبي عمر السوسي رحمه الله والإمام السوسي استعمل في قراءته السهولة والليونة واليسر في التلاوة اسمه صالح بن زياد أبو شعيب صالح بن زياد السوسي كان ثقة في الحديث وأخذ القراءة عرضا وسماعا عن يحيى اليزيدي الذي ذكرناه تلميذ أبي عمر وكان من أجل أصحابه تتسم رواية السوسي كما قلت منذ قليل بالسهولة فالسوسي يحذف كثيرا من الهمزات أو بعبارة المتخصصين من القراء نقول يبدل الهمزات الساكنة يعني بدلا من أن يقول بئر يقول بير بدلا من أن يقول الذئب يقول الذيب بدلا من أن يقول يؤمنون يقول يؤمنون بدلا من أن يقول يأكلون يقول ياكلون نحن نستعمل هذا وكذلك روا هذا عن أبي عمر البصري وكان أبو عمر عالما باللغة فأخذ السوسي الرواية بهذه الطريقة عن أبي عمر رحمه الله وقراءته أيضا تتسم بما يسمى بالإدغام فالسوسي يدغم كثيرا من الحروف المتماثلة والمتقاربة مع بعضها في بعضها فبدلا من أن يقول إنه هو التواب الرحيم يدغم الها أين فيقول إنه هو التواب الرحيم مثلا بدلا من أن يقول وشهد شاهد يقول وشهد شاهد ويدغم الدال في الشين وأدغم من هذا مئات الكلمات في القرآن الكريم كل هذا كلام العرب كلام تنطق به العرب وأقر في الوحي ونزل ضمن الأحرف السبعة وقرأ به وعلمه وأخذه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نأخذ أنموذجا برواية السوسي والدوري فسنقرأ سورة الأعلى برواية السوسي عن أبي عمر ونقرأ سورة الناس برواية الدوري عن أبي عمر ليتجلى لنا بعض النماذج نبدأ بسورة الأعلى برواية السوسي إن شاء الله ونسأل الله تعالى القبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبري ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يوثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذا أنموذج برواية السوسي عن أبي عمر والحقيقة لا فرق بين الدوري والسوسي هنا إلا في كلمة واحدة بل يوثرون هكذا يقول السوسي ويقرأها الدوري بل يؤثرون أهل السودان أهل اليمن الذين ما زال منهم من يقرأ على رواية الدوري هذه هي القراءة التي هي منتشرة يتقنها من يتقنها ويضعف في أحكام التجويد فيها من يضعف من تعلم أجاد ومن كان عليه أن يبذل جهدا أكبر ما زال عليه أن يبذل حتى يتقن وكل إنسان يتعلم ما يقسمه الله تعالى له ولا بد من بذل المجهود سورة الناس برواية الدورية عن أبي عمر نسمعها الآن إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنيس صدق الله العظيم هذه سورة الناس يعرفها كثير من المسلمين النيس إمال هكذا تكلم عرب العرب منهم من كان كلما قال الناس يقول النيس وعلى هذا جاءت هذه الرواية وتسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نأتي بشيء من عند أنفسنا يجوز قراءة هذا لمن تعلمه ورواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمالة موجودة في كلام العرب منهم من يميل إمالة قليلة ومنهم من يميل إمالة كبيرة الإمالة القليلة مثل الأعلى فسوى كما لفظنا بها الكبيرة مثل الكبر وما نطقنا به من هذه الأمثلة فهذه تسمى إمالة كبرى ويوجد إمالة صغرى ضبط هذه الإمالات وكيف هي مراتبها ودرجاتها هذا نتعلمه في علم القراءات لكن أنا كمسلم ما الذي ينبغي علي أن أعرفه أن أعلم أن هذه القراءات منقولة وأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كلها صحيحة ولا تجوز مخالفتها ولا تركها عند هذا المقدار نتوقف اليوم إن شاء الله تعالى ونتابع في سلسلتنا معكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر